اشتركوا في القناة ممتازة جدا. بس قبل ما اتكلم عن المنح دي احب اوضح لي دي قناتنا قناة منح من كل الالوان. هتلاق عليها فرص ومنح عديدة جدا. بالاضافة كمان ده الرسمي الخاص بنا. هتلاق عليه آآ جميع مقالات المنح اللي احنا بنعرض على القناة وجميع الخدمات اللي احنا بنوفرها. بالاضافة كمان ما تنسوش اشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. كمان في آآ بدأ من امبارح لحد تاريخ عشرة يناير الفين آآ اتنين وعشرين ببناسبة رأس السنة. البرومو ده هو بالنسبة لفرص هولندا مضمونة القبول. ان شاء الله هيكون في زي آآ خصم الخصم ده هيشمل ان كل شخصين هيقدموا مع بعض. هتكون برسوم شخص واحد فقط. فده عرض ممتاز جدا بالتعاون مع المؤسسة الهولنديا اللي احنا عاملين معها شراكة. فاتمنى من كل الناس المهتمة انها تقدم في الفرصة دي بخصوص هذا العرض لان العرض ده متاح لفترة محدودة فقط وهتلاقيه في صندوق الوصف تحت الفيديو ده رابط استمرات خدمتنا ومن ضمنها خدمة هولندا المضمونة اللي انتو تقدروا تقدموا عليها وتستفيدوا من هذا العرض. طيب خلينا نبدأ البركة اللي هي ونتكلم عن منحة النهاردة. بالنسبة لمنحة النهاردة هي منحة دراسية ممتازة جدا. تمام? المنحة دي هي مقدمة من مؤسسة اسمها ويلز ماونتن. تمام? طيب خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر. هنا عندنا وصف مختصر بيقول لك ان مبادرة هي مؤسسة خيرية عامة مقرها في بريستول. تمام? وعندها مقار في الولايات المتحدة ديها مقار في كزا دولة. وهي هدفها انها تساعد على اه يعني تنمية الشباب وزيارة مهاراتهم وانتخلي شباب واعي ومصقف. تمام? طيب. بالنسبة للجهة المنحة زي ما احنا قلنا هي مبادرة ماونتن. بالنسبة الفعل مستهدفة جميع دول العالم متاحة للتقديم. سواء انت من دولة عربية افريقية اسياوية بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة. بالنسبة لمستوى الدراسة المنحة دي متاحة لدراسة الباكادريوس او الدبلوم بعد السنوية العامة. طيب. يعني لو انت دلوقتي مخلص سنوية عامة او في اخر سنة سنوية عامة بتقدر تقدم على الباكادريوس. في ناس كتيرة بتزني على موضوع الدبلوم. لو انا دبلوم صنايا تجارة او يعني مش مسلا سنوية عامة لأ المؤهلات اللي هي الاخرى بجانب السنوية العامة. اه هل بتقدر تقدم لدراسة الباكادريوس او بتقدر حتى لو انت خريجي دبلوم او في اخر سنة بتقدر تقدم لدراسة الباكادريوس برضو مفيش مشكلة. بالنسبة للتمويل المنحة دي ممولة بالكامل. تمام? طيب ركز معها بالنسبة للتغطية المالية. المنحة دي بتوفر لك اياه. المنحة دي بتوفر تمويل تلات تلاف دولار سنويا. تمام? والمنحة دي بتكون تون مدة الدراسة. عشان انت مولك دراستك والمعيشة وبعد قبولك. اه طبعا اه ازا سوف تحتاج تمويل اكثر للدراسة في الجامعة هم هيعطوك مبلغ اكتر لتمويل دراستك. يعني ايه? يعني التلات تلاف دولار دي كحد ادنى. اه انت مسلا هتدرس قررت تدرس في امريكا. تمام? مصاريف الدراسة مسلا عندك والمعيشة بتتكلف على سبيل المثال اتناشر الف دولار سنويا. هم هيقدروا يقيمه الجامعة اللي انت تدرس فيها وتقيمه التكلفة اللي انت محتاجة بالنسبة للدراسة والمعيشة. وعلى اساس هيعملولك زي للمبلغ ده. تمام? طيب. اه زي ما احنا قلنا دي مؤسسة بتساعد على التمويل دراستك. تمام? فبالتالي انت مش هنا بتقدم لجامعة. دي مش جامعة. تمام? دي مؤسسة بتساعدك ان انت تدرس في احد الجامعات اللي انت مهتم بيها. في احد الدول اللي انت مهتم بيها وهي بتمول لك الدراسة. طيب بالنسبة للتخاصوات هنا طبعا ده جروباتنا على الواتساب وجروبنا على التليجرام. يا ريت تنضموا عليها عشان توصلكم احرس المنح الدراسية فاور النزولة. بالنسبة للتخاصوات المتاحة للتقديم جميع التخاصوات. عندك زي الطب وطب الاسنان الصيدارة الهندسة كلية الاداب الاقتصاد ودخاصات اخرى كتيرة متاحة. ليه? لان زي ما احنا قلنا دي مش جامعة دي مؤسسة بتساعدك على التمويل فبتقدر تختار التخصص المناسب لك في الدولة اللي انت اه تشوفها يعني او انت مهتم بدراسة فيها. بالنسبة للجامعات المتاحة زي ما احنا قلنا متاحة ان تختار اي جامعة سواء في بلدك ممكن كمان تختار جامعة بلدك او في دول اخرى مثل امريكا وبريطانيا واي دولة اخرى تريد الدراسة فيها. بالنسبة الوسائق المطلوبة ايه هي الاوراية المطلوبة منك? دي بعض عناصر المطلوبة بعد الاوراية المطلوبة. منحة في منحة لازم تملأه بشكل كويس. كمان شارد التخرج من السنوية العامة ولو انت في اخر سنة بتحضر شاردة السنة اللي قبلها. كمان تكتب مقالة المنحة تعمل خطاب نية بشكل كويس واتنين خطابات توصية. طيب. هنا في ملاحظة عندنا تمام? آآ بيقول لك ان سنك يجب قل لا يتجاوز خمسة وتلاتين سنة للتقديم في المنحة دي. لازم سنك ما يعديش خمسة وتلاتين سنة. اقل من كده تقدر تقدم اكتر من خمسة وتلاتين ما تقدرش. تمام? كمان المنحة دي مش محتاجة منك اي شارة لغة للتقديم فيها. بالنسبة لخطوات التقديم عشان تقدم في المنحة دي. انت محتاج ايه بقى? اول خطوة آآ حاول ان تحدد الدولة اللي تريد الدراسة فيها والجامعة. ثم تملأ الخاص بالمنحة وتذكر فيه التخاصل اللي تريد التقديم عليه واسم الجامعة. يبقى انت قبل ما تبدأ تملأ الخاص بالمنحة. لازم الاول اتحاد انت عايز تدرس فيه بالزبط. يعني مسلا انا مهتم بالدراسة في احرى الدول الاوروبية مساء في المانيا. يعني انا لازم اشوف ايه الجامعة المناسبة لها اللي فيها تخصصي وايه شروط بتاعتها. وابدأ على اساس ان انا خلاص استقر على الجامعة دي وعلى التخصص ده. وابدأ املأ المنحة. طيب تاني خطوة بعد حصولك على القبول في المنحة. وان المنحة تختارك. تمام? سوف تمول دراستك. وممكن ترجع وتقدم للجامعة التي حددت من البداية وعند قبولك في الجامعة المنحة سوف تتواصل معه وتمول دراستك. يعني الكلام ده كله. يعني انت خلاص ملأت بتاع المنحة. شفت ان المنحة قابلتك. تمام ممتاز جدا. بتكمل الخطوة اللي بعدها وتبدأ انك تملة للجامعة نفسها. ليه? لان انت مثلا لو رحت قدمت للجامعة في البداية ممكن الجامعة تقبالك والمنحة ما تقبلكش. فانت بالتالي لازم تنتظر شوف لو المنحة قابلتك الجهة اللي هي هتمولك قابلتك. فبالتالي تخش على الخطوة اللي بعدها وهي هتكون الخطوة الاسهل لانك هتقدم للجامعة مباشرة وبعد كده المنحة بتتواصل مع الجامعة وبيمولو لك الدراسة بتاعتي. تمام كده? طيب بالنسبة للموعد النهائي للتقديم هو واحد مارس الفين اتنين وعشرين. ده اخر معاه ده عشان تقدمه للمنحة دي. هنا عندنا بعض المناحزات من سوشال لقناتنا وقنات منح من كل الواء بتوفر خدمات اضافية. زي خدمة التقديم بشكل احترافي لها فرصة ومنحة انت عايزها. وفرص مضمونة الابول مساعدة للسفر الى هولندا. ومنحة رسالة مضمونة الابول في الصين. وخدمة تجهيز الاوراية وخدمة التقديم على فرص العمل. تمام? ولواءة زي خدمة بالخدمات دي بتلاقي رابط استمرارات كل الخدمات في سندوق الوصف اسفى الفيديو. وكمان بتلاقي رابط استمرارات خدماتنا موجودة هنا اسفل المقالة في رابط خدماتنا الاضافية. بتمنع استمرارات الخدمة اللي انت متم بيها واحنا بنتواصل معاك ونردت بليه كل شيء. طيب خنين نبدأ على بركة اللاية ونتكلم عن دلوقتي الابليكيشن الخاص بالتقديم. تمام? هتيجي تضغط على كلمة قدم الاندي عشان يفتح معاك الابليكيشن الخاص بالتقديم ويفتح معاك الاعلان الرسمي ليا. طيب ده الاعلان الرسمي للمنحة. هتلاقي كل التفاصيل في هنا بيقولك سنك لازم يكون اقل من خمسة وتلاتين سنة كل التفاصيل بتلاقي هنا التمويل اللي بتقدمه المنحة لأوراق المطلوبة. ازاي ممكن تقدم اخر معاد واحد مارس الفين اتنين وعشرين. كل ده موضح لك في في الاعلان الرسمي. تمام? طيب انت عشان تقدم بتيجي تضغط على كلمة طيب انا اه اه تقريبا السنة اللي فاتت اه في بداية السنة دي او اخر السنة اللي فاتت كنت شرحت فيديو للمنحة دي كانت فتحت برضو مرة اخرى وكنت شرحت اه فيديو عليها وعلى التقديم الخاص بيها. فمنعا للتكرار احط لكم دلوقتي جوز من الفيديو السابق. تمام? اه تشوفوه وتمشوا معا خطوة بخطوة في التقديم. التقديم هيفتح معاك بالشكل ده. تمام كده? اول خطوة هنا بيقولك يعني ان انت تفاصيل اكتر عنك بتحط الايميل بتاعك وآآ يعني الاسم واسم العائلة والايميل بتاعك. انا بالفعل يا جماعة عملية ده فعشان كده ما بيطلع ليش اللي انا اكتبه. وانما بيطلع لي ايه الحاجات اللي انا كتبتها. تمام? فدي تفاصيل فانا بشرح لكم كل من اللي بيبقى مطلوب فيه. تمام? فهنا دي جزئية الايميل والاسم واسم العائلة. هنا بقى يعني اه المؤهلات بيسألك بعض الاسئلة كده. بتحط تاريخ ميلادك وماء الى ذلك. آآ بيسألك هنا اسئلة اضافية. تمام? دي بتجاوب عليها انت عايش فين حاليا كل الكلام ده. آآ معلومات العائلة بتاعتك بيسألك عن العائلة بتاعتك كم فرض في العائلة واسم يعني آآ رقم التواصل وماء الى ذلك. كل الاشياء دي بتجاوب عليها هنا. هنا بقى نبدأ فيه بشكل رسمي. بيبدأ هنا يقول لك ايه البرنامج اللي انت عايز تدرسه وعايز تدرس فين? اسم الجامعة واسم المدرسة اللي انت عايز تدرس فيها. الدولة فين? كل التفاصيل دي بتحطها ومدة الدراسة هتكون كام? كل ده بتجاوب عليه في ده. تمام? بعد كده اللي هي بتاعت العائلة آآ يعني بالنسبة للحالة الاجتماعية بتاعتك اللي انت متزوج ام اعزة بالان كل الاشياء دي اسئلة بتكون اضافية. آآ هنا بالنسبة اللي هو كيفية التمويل طبعا انت حيتم تمويلك من مؤسسة فزا ما احنا موضحين ان مكتوب تلات تلاف دولار وممكن يمولوك باكتر من كده. آآ انك بتوضح لهم تكلفة الدراسة في الجامعة او الدولة اللي انت هتختارها هتكون كام وكل التفاصيل عشان يعرفوا هم هيدوك تمويل كام تحديدا. تمام? ده بالنسبة لجزئية التمويل اللي هتعطيه لك المؤسسة. آآ هنا برضو في الجزء ده آآ ده نفس انت هنا بتحط في الحاجات المطلوبة للدراسة اللي انت عايزة من المؤسسة و هنا بتشرح بشكل مفصل الجامعة اللي انت اخترتها للدراسة يعني هتتكلف كام بالنسبة لكل سنة دراسية بالنسبة تكاليف معيشتك انت وكل هزي الاشياء عشان يعرفوا تمويلك انت اللي هتاخده منهم هيكون كام. تمام? طيب هنا بيكلمك عنك بتحط بعض البيانات بقى عن الشخص مثلا هل انت قدمت للمنحة دي سابقا وما الى ذلك. معلومات الخلفية التعليمية بتاعتك السابقة تمام? دي بتحط بقى بيانات الجامعة والمدرسة اللي انت درست فيها سابقا. يعني مدرسة السنوية عام بتحط اسم المدرسة او مكانها والدولة او ما الى ذلك. هنا لو انت عندك خبرة عملية سابقة تحطها في الجزئية دي. تمام? طبعا هي بتظهر لنا فاضي لاننا بالفعل عبتها. فانت يعني لو اشتغلت في اي حاجة طول فترة حياتك بتحطها هنا. طبعا دي حاجات مش الزامية يعني عادي اختيارية. لو انت عندك خبرات عمل بتضفها. لو انت عندك خبرات تطوع تطوعت في اشياء قبل كده. بتضفع مؤسسة خيرية مية لزلك بتضيف الاشياء دي هنا. هنا دي بقى المقالات. ولازم تكتب كل مقالة من دول. تحط خطاب النية. المقالات دي تجاوب عليها بشكل كويس. وتكون المقالات دي ما بين خمسمية لالف كلمة. كل الاشياء دي لازم تمشي عليها بنفس الحدود اللي هم جاد منها والتفاصيل. بعد كده اللي هو بقى يعني بتحمل اوراقك. تمام? اللي انت بتحط هنا لترانسكريبت كشف الدرجات بتاعك. وشهادة التخرج. تمام? لو انت معاك شهادة بتثبت انك اتخرجت فيه شهادة بتبقى بتثبت التخرج وفيه شهادة فيها الدرجات او فيها المواد اللي انت درستها. فيه في مصر مسلا بيكون شهادة التخرج بيكون محطوط فيها الدرجات واثبات التخرج. في دول تانية بيكون شهادة التخرج لوحدها وشهادة الدرجات لوحدها. فانت برضو متاح انك تضيف الاشياء دي هنا. ما فيش اي مشكلة. التوصيات اللي احنا قلنا عليها بتضيف طبعا بحد اقصى اتنين ولازم تحط بيانته. وهم بيتواصلوا معهم. بالنسبة هنا ليه الفوتوز تمام? تحط بقى صورة شخصية ليك بخلفية بيضة كده وتكون صورة كويسة. بعد لما بتملأ كل من دول بيزهر لك هنا طبعا انا ما بتزهر ليش دلوقتي عشان انا بالفعل ما لقيت فانا بشرح لكم الحاجات اللي انا ما لقتها. بيزهر لك وبتضغط عليه وبقى انت كده قدمت بنجاح للمنح. تمام? طيب. كده يبقى بتاعك مكتمل. وكل التفاصيل فيه تمام. آآ وبعد قبولك ان شاء الله بتبدأ انك تخطط بقى انك تقدم على الجامعة اللي انت حطيت اسمها في نفسه. تمام? زي ما شرحنا. وبكده يبقى عرفنا كل التفاصيل الخاصة بالمنحة. وعرفنا زي ممكن نقدم ليها. ما تنسوش اخر معاد واحد مارس الفين اتنين وعشرين. وما تنسوش خدماتنا الاضافية لو حابين تقدموا من خلالنا بشكل احترافي زي ما بقدم من خلالنا الكسير. وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق واليقول ليكم في الفرصة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.